خليك بالبيت خليك بالبيت هو الخيار الأخير والضروري والواجب الآن أن نكون في بيوتنا مع عوائلنا مع أطفالنا نسائنا أحبتنا هكذا هي الأقدار وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ولكن نحمد الله كثيرا على ما يحصل اليوم والبشرية كلها مشغولة في هذه الحرب الضروس المدمرة والتي تحتاج منا جميعا أن نتكاتف وأن نرسم صورة للأمل ولا نيأس لأنه هكذا هي الحياة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وخلقنا الإنسان في كبد المعاناة تصنع الرجال والأزبات عند أصحاب العقول وأولي الألباب هي التي تستثمر لأن في مقدمة كل أزمة وفي نهايتها الإنسان يراجع نفسه ويراجع سلوكه أين كان مصيبا وأين كان مخطيا لأنه الحياة لا بد لها أن تستمر وكما ذكرت في حلقة أمس أن الله سبحانه وتعالى قال وكرمنا بني آدم على كل المخلوقات لأنه تكريم بني آدم جاء على أساس أنه الإنسان يمتلك أقلا واستخلفه في الأرض وجعل واحدة من مهماته الأساسية والوظائف الأساسية أنه يستعمر هذه الأرض بمعنى يعيد بناءها من جديد وكلكم شفتوا وقرأتوا بالمدارس كيف تطورت الحياة من النشأة الأولى حتى عالمنا المعاصر هذا وكيف استطاع العقل البشري دائما أن يقهر الطبيعة ويتحداها وهذا ينبع من الإيمان بالخالق وقدرة الخالق والإيمان بدور الإنسان على أنه صانع حقيقي للأرض وللسماء وما تحتهما وما بينهما وللبحار نعم نمر في ظرف عصيب والعقل البشري لم يتوقف هو يعمل هو يبحث ولذلك الذين الآن يتلقون التعليمات عليهم أن يحترموا هذه التعليمات وعليهم أن يطيعوها وعليهم أن يحكم عقولهم نعم نحن في ضائقة ونحن الآن مضغوطين لأن قاعدين ببيوتنا اليوم سودرت حرية الإنسان واتهت الديمقراطية في العالم ولكن هذه النهاية هي لصالح الإنسان ضمن فترة زمنية محدودة معدودة ننتقل إن شاء الله إلى ضفة الأمان وإلى الاستقرار ونعود من جديد إلى الحياة لليمارس حياتنا هذا اللي يزوج وهذا اللي يشتري لبيوت وذاك اللي يخل له سيارة وهذا اللي يشوف صاحبته وذاك اللي يروح للزيارة هو وقت مستقطع هذا الضغوط علينا أن نتحمله ولو يعني إحنا بشر ولكن أقول لك مثلا مرات يعني هذا الزيتون هذه الحبة الصغيرة الجميلة عندما تضغطها فهي تعطيك أجمل زيت وهذه الفاكهة بكل أنواحها لما تضغطها تضطيك أرقى عصير يمكن أن تشربها فالضغوط أحيانا لا نقول يولد الانفجار الضغوط مرات الله سبحانه وتعالى يضغطك في حالا معين ليخرج أجمل ما في قلبك من الإنسانية ومن الرحمة ومن الحب ومن الوفاء نحن لا نعلم بأقدارنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم والتاريخ أحبة المشاهدين يحفظ لنا الكثير من القصص لشخصيات مهمة أحيانا عندما تزع من القدر ولا تدري ماذا يخبئ لها الله سبحانه وتعالى سيدتنا مريم عليه السلام عندما وضع الله عيسى عليه السلام في بطنها وهي لم تكن متزوجة قالت يا ليتني مت قبل أن رأها وهي لا تعلم أن في بطنها نبي للبشرية وخرج عيسى وهكذا موسى عليه السلام عندما دفن أخيه هارون وشعر بضغطة القبر وحشة القبر على أخيه هكذا كان يتصور فقال ناداه الله قال لو شئت لجعلت الأموات يحدثونك عن رحمتي بهم لا نيأس من رحمة الله ولا نيأس من إمكانياتنا ولا نيأس من قدراتنا في التصدي دائما الإنسان ينتصر لكن دائما الإنسان يحتاج أن يعيد حساباته ويحتاج أن يتعلم ويحتاج أن يراجع خطأه وكل ابن آدم خطأون وخير الخطأون التوابون الذين يدركون حجم أخطائهم ومدى تأثير هذه الأخطاء على الوجود وعلى الذات البشرية اليوم كل هذه الأجيال التي على الأرض قد تكون لم تمر بأزمات كالأزمة التي نمر بها واليوم علينا أن ندرك ما هي الخطوات الحقيقية والرصينة التي لا بد لنا أن نسلكها في بدايتها أولاً أن نتعامل بضمير حي نقي وإنساني يعني أنا من البارحة إلى اليوم تجيني اتصالات كثيرة من المواطنين المواطنين أصحاب الدخل المحدود اليوم أنا أحد الأخوة يحكي لي يقول لي راح يجرس الشهر بعد الشم يوم وراح يدقون علي الباب يقولوا إيجار ما عدنا اليوم واحد يخابرني عائلت في دبي نسوان الثنين وطفلة يقولهم ما يقدرون يجون وما عدتهم فلوس وما عدتهم أكل هذه المناظر المؤلمة التي نعيشها تحتاج إلى حكومة راعية إلى الشجعان يتمتعون بنكرال الذات وينتمون إلى الإنسانية وينتمون إلى شعوبهم ويقدرون حجم هذه المسؤوليات ولا بد لهم أن يزهروا على حماية أهلهم يعني إحنا سمعنا في إيطاليا حتى المافيات اتبرعت بعد النكبة التي حصلت في هذا البلد اليوم أنا أقرأ قرية كاملة أهلكت خاوية على عروشها ماك واحد يدفن واحد واليوم بعدنا أحنا في سجال بين السيد وزير المالية وبين السيد وزير الصحة وبين خلية الأزمة خلية الأزمة التي تشكل بأمر ديواني ولا يستطيع إصدار أمر ديواني ورياسي بصرف المبالغ لخلية الأزمة وتكتفي خلية الأزمة بإصدار بيانات وقائية وتوجيهية وهي تحتاج إلى المبالغ من هاي الفلوس اللي أخدتوها ومن هاي الفلوس اللي بكتوها ومن هاي الفلوس اللي هي مليارات المليارات الآن طلعوا إلى شعوبكم طلعوا إلى أهلكم طلعوا إلى ناسكم هسا ما أقول لك تصدق بالمال الحرام لكنه عسى أن تراجعوا أنفسكم بما ابتليتم بدل ما تصرفها بصالات الأقمار بسريلانكا أو تصرفها بموناكو أو تصرفها بقبروس أو تصرفها على الفواحش اليوم فرصة حقيقية أن تطون بيها لأصحاب الدخل المحدود زيال اليوم حضرت تجوالة مدد له ده عشر بعة هاي الناس اللي على دخلها اليوم شلون راح تعيش إلى الآن لم نسمع بالحكومة الموقرة أنها لديها رؤية أو لديها تصور في كيفية أن تعطي لكل عائلة عاطلة عن العمل توصل لهم فلوس أو توصل لهم مواد جافة أو توصل لهم مواد غذائية يا أخوان مع البطاقة التموينية مع الحصة التموينية وصلوا لهؤلاء الناس المواد لأنه ما يصير إذا مات كتلة كورونا كتلة جوع شفت لازم نسمع لازم يجي واحد نزيه شريف يقود في زمن الموت يقود في الصعوبات شبكة شربة